يا المؤمل جينا نسأل يمتى مولاي الفراج أم برضوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي راف عيدة وابدع الندب عراج يمتى يمتى تلفي يمتى سيد تروي المهاج ما الصبر ناو انكسار يمتى تظهر البشار ما الصبر ناو انكسار يمتى تظهر الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إحدى الحسنيين الانتصار حسنة والشهادة في سبيل الله حسنة أيضا فإذا المؤمن المجاهد بين إحدى الحسنيين عمر قال لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمر بن ود أما خاف ابن عمك حيث بعثك إلي أن أضربك برمحي هذا فأدعك شائلا بين السماء والأرض لا أنت حي ولا أنت ميت فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في البحار لقد علم ابن عمي أنك إن قتلتني فأنا في الجنة وأنت في النار وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة فقال عمر بن ود كلتاهما لك يا علي تلك إذن قسمة ضيزة المؤمن إذا كان حاكما على كل الكرة الأرضية فهذا نجاح وإذا كان مبعضا تحت سنابك الخيول فهذا نجاح أيضا ما دام في خط الله اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائمة بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لما ناجى موسى عليه السلام ربّح أوحى الله إليه وهو في الطور أيّا موسى قد فتنت قومك امتحان فتنة إذا موسى كان موجود ما كان يمكن كما يبدو لهذا الامتحان الإلهي أن يتوم هناك رواية على ما أتذكر يسأل ذلك الرجل سيد الشهداء صلوات الله عليه لماذا تخرج إلى كربلاء فقال الإمام صلوات الله عليه فبما إذن يمتحن هذا الخلق إذا قضية كربلاء ما كانت كيف كان يظهر جوهر حبيب حبيب ابن مظاهر والشمر لعل مظهره ما كان مظهر واحد ولكن عندما تأتي قضية كربلاء وإذا بها تفصل بين هذين الرجلين هناك كوام هذه الكوام خفية هذه الكوام في مرحلة القوة الامتحان الإلهي يوفر الجو حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل هناك بيضة عصفور وبيضة حية إذا الأجواء الملائمة لا توجد ما بالقوة يبقى ما بالقوة لعله ربما لا تجدون فرقا في المظهر ولكن عندما تأتون وتوفرون أجواء حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل وإذا بتلك البيضة تتحول إلى طائر جميل والبيضة الثانية تتحول إلى حية تقتل الله سبحانه وتعالى يحرك الأحداث لا يسلب الإرادة الإرادة موجودة ولكن الله يحرك الأحداث بشكل حتى ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل إحنا حتى نحن ما نعلم من نحن إحنا مو مكشوفين لأنفسنا إحنا لا نعرف أنفسنا ولذلك المؤمنون يشعرون بالخطر دائما لذلك دائما يدعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إحيانا في القلب أكو اختلاط عندما يأتي الجو المناسب وإذا واحد يتحول إلى وليا من الأولياء ما كان ولي بالقوة كان وليا لكن هذا الامتحان وفر الجو وإذا بهذا تحول إلى وليا من الأولياء صدام لازم يجي يحكم في هذا الجو يسجر رجلان إذا ما كان يحكم ربما ما كانت تظهر بعض الكوامن يسجر رجلان وإذا بواحد من هذين الرجلين يتحول إلى صديق مع الأنبياء والصديقين وإذا بالثاني في هذا السجن يتحول إلى رجل كافر زنديق من اللي حول ما بالقوة إلى ما بالفعل هذا الظرف حركة الأحداث تحركت بشكل أظهرت الكوامن المفروض أن النبي يغيب غاب النبي الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاه شوية دققوا والإرادة التشريعية تتحرك في اتجاه آخر لأن إذا توافق تحرك الإرادة التكوينية والتشريعية لا يفسح المجال للامتحان الإرادة التشريعية تتحرك في اتجاه الإرادة التكوينية تتحرك في اتجاه آخر وإذا بالله سبحانه وتعالى يمحص ما في القلوب أوحى الله إليه أي يا موسى هاي مو قضايا الأمم المتقدمة هاي قضايان نحن كل واحد يبحث عن ماء يسبح به هاي الغيبة وفرت له هذا الماء إذا الإمام الكاظم صلوات الله عليه ما كان يغيب في ظلمات السجون كيف كانت تظهر حقيقة البطائن علي علي ظلم المطامير فيفصح المجال لامتحان هؤلاء قال بالسامري قال وما فعل السامري الآن موسى دا يسأل من رب قال صاغ لهم من حليهم عجلا يعني ولد البقر أخذ الحلي منهم الذهب وصاغ عجلا ذهبيا شوفوا سؤال موسى قال يا رب إن حليهم لتحتمل أن يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل وذو مو امتحان فكيف فتنتهم السامري أخذ الذهب وصنع منه عجلا كيف يكون الامتحان كيف تكون الفتنة قال الله إن هو صاغ لهم عجلا فخار له خوار في الآية الكريمة هذا هو الامتحان قال موسى يا رب ومن أخاره يعني جعله يخور من اللي جعل الأجل يخور قال أنا أنا جعلته يخور فقال عندها موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتحدي من تشاء كيف أخار الله سبحانه وتعالى هذا العجل شلون أخار شوفوا حركة الأحداث السامري عظيم من عظماء قوم موسى وكما ذكر البعض إنه كان من خلص أصحابه عندما قوم موسى أرادوا أن يعبروا البحر وإذا بجبرائيل يأتي على فرس الكل ما يشوفون شوفوا حركة الأحداث أي واحد ما يشوف جبرائيل ولكن السامري يرى جبرائيل شوفوا هاي مقدمة لحركة الأحداث إلى تلك النتيجة يشوف جبرائيل ليش يشوف جبرائيل إذا ما كان يشوف جبرائيل ما كانت هذه الفتنة ما كان هذا الامتحان يشوف جبرائيل ويرى أن التراب تحت حافر فرس جبرائيل يتحرك دبت فيه الحياة يجي في ذهنه أن يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك ويحتفظ بهذا التراب المتحرك يحتفظ بي يحتفظ بي يحتفظ بي إلى اليوم الموعود عندما غاب موسى وصنع العجل الذهبي يأخذ قبضة من هذا التراب المتحرك الحي ويلقيه في باطن العجل وإذا بالعجل يخور يصدر منه خوار كخوار العجل قال هذا إلهكم وإله موسى هذا هو الر فنسي موسى نسي أن هذا إله ضيع الطريق راح حتى يشوف الله بينما هذا الله الله بعد الآن لا يريد يتعامل بلا واسطة بواسطة يتعاملوا وياكم بلا واسطة فسجدوا فسجدوا للعجل هذا يدل هذا يدل على أنه إله 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 الوالد الوالد رحمه الله يقوله الله العقل يقبل هذا إله الإله الذي يجب أن يكون صانعا كيف يكون مصنوعا يعني ما كان هناك مجال ولكن فتح هناك هامش وإذا بقوم موسى ستمائة ألف واحد كلهم يرتدون ويبقى منهم فقط إثنعش ألف واحد وقال لهم السامري أن موسى كذب عليكم والعياذ بالله وهرب منكم راح بعد ما يجيكم العقل لا يقبل هذا إله وفي بعض الكتب كاتبين أنه أخذ هذا العجل وألصقه بجدار وجهه إلى الناس وذيله إلى جدار وسقب ذلك الجدار هذا النقل طبعا وجماعة راحوا وراء الجدار من أعوانه والمتآمرين معه فأخذوا يصوتون من وراء الجدار فحققوا روحوا وراء الجدار شوفوا أكوشي لو ما كوشي قال الظاهر الغريب فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله ما وعدكم السيادة في الدنيا إعطاء القانون المقام الرفيع في الآخرة أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي حتى رادوا يقتلون هارون في بعض الكتب فهرب منهم هارون حتى لي يقتلوا إهنانا أذكر بعض الروايات التي تبين أن غيبة الإمام المهدي عن جل الله تعالى فرجح هذه تمثل امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده امتحانا اللهم اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبداً البشر البشر إلى حالة غرور يشعر يشعر أنه لا يحتاج ما يحتاج عندما لا يشعر بالاحتياج طبيب هذا الفرد مريض يحتاج إلى الدواء ولكن هذا المريض لا يشعر بحاجته إلى الدواء هذا المرض يستفحل 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 إلى أن يوصل إلى مرحلة يشعر أنه لا بديل له إلا الرجوع إلى هذا الطبي البشرية في يومي الأيام كانت تعيش غرور الشيوعية الشيوعية إجاد بإعلامها لعل الكبار منكم آيشوا الفترة الشيوعية بإعلامها وقوتها وقنابلها الذرية اللي يمكن أن تدمر الكرة الأرضية كم مرة هذا هو الملاذ وهذا هو الملجأ مو فقط في بلاد الغرب حتى في بلادنا كم مليون كم ميت مليون راحوا وراء هذا السراب الكاذر بعد ثمانين عام وإذا ينكشف الزيف الآن الشيوعية اللي كان إله ذلك الدوي أي بريق ما انحسرت الشيوعية انتهت الشيوعية إذا واحد يقول أنا الشيوعي ينظر إليه بامتهان راح بعد ما كوا الآن من اللي خلف خلفته الشيوعية الرأسمالية الرأسمالية بشعاراتها وقوتها هذه القوة التي ربما لم تتح في التاريخ لقوة أخرى شعاراتها البراقش لون شعارات حتى خدعت بعض شبابنا من بعيد عندما يشوفون هذه الشعارات الحرية الديمقراطية المريض ما يريد يراجع الطبيب ماذا تفعلون به المريض لا يشعر بالحاجة إلى المراجعة إلى هذا الطبيب الطبيب يجي يفرض عليه يجبر في هذه الآية مال سورة يونس الله سبحانه وتعالى في الآية التالية بعد الآية الأولى فلولا كانت قرية آمنت الله سبحانه وتعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمني ما يمكن الإكراح سنة الله لم تقم على الإكراح ولكن شوية شوية دا ينكشف أن الرأس مالية أيضا سرا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أحد الأئمة الذين أكثروا الحديث حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ما يكون هذا الأمر يعني قيام الإمام المهدي صلوات الله عليه حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس الكل يحكم كل الأصناف الشيوعيون حكموا البعثيون حكموا الرأسماليون حكموا الديمقراطيون حكموا القوميون حكموا لأن بريق أكو بعد هذا المجتمع ما يشعر بالحاجة الحاجة موجودة ولكنه لا يشعر بالحاجة الشعور بالحاجة يعني أنا أمثل لكم إذا واحد ابن في غرفة الإنعاش الآباء يفهمون ماذا أقول الأمهات يفهمنا ما أقول ابن في غرفة الإنعاش دا يموت بين الحياة والموت في حالة غيبوبة هذا الأب وهذه الأم أي حالة عدهة بالليل ما يتمكن يناه يدعو يتضرع نصف الليل يقوم يصلي صلاة الليل لأن يشعر بالحاجة يشعر بالخطار إحنا هل ندعو للإمام المهدي صلوات الله عليه كما ندعو لولدنا بهذا المقدار هل ندعو للإمام المهدي كما ندعو لحاجة من حاجاتنا الدنيوية الصغيرة هذا يدل على ماذا دعا لقلق ألفاظ واحد يقول غير تلك الألفاظ الذي يقولها الإنسان في حالة الخطأ هذا هو التضرع فلولا إذ جاءهم بعسنا تضرعوا إحنا كأفراد ما أقول كلنا ما وصلنا إلى هذه الحالة هذا يدل على أنه لا نشعر بالاحتياج البشرية ككل بعدها ولو الآن دا تتململ هاي الأنظمة الوضعية لم تقدم لهذه البشرية إلا الدمار يوم على يوم هذا الدمار دا يزداد ولكن بعد البشر بشكل عام ما دا يشعر بالحاجة بعد عند أمل في غير الله سبحانه وتعالى إحنا نظامنا فكرتنا دولتنا لا ثم يقوم الإمام المهدي صلوات الله عليه بلفظه الآخر الذي يقام لأجله بالحق والعاد بعد الكل تعبوا بعد الكل يشعرون ما عدهم هاي الأنظمة الوضعية دمرتهم حطمتهم الآن هذا النظام العالمي شوفوا الآن في كم بقعة من العالم قاتل تدمير هذا أي فشل لهذا النظام العالمي الآن كم نقطة ملتهبة أكو في العالم هذا ميدل على فشل هذا النظام العالمي الذي يبشرون به وإلى أين المسيرة تصل الكوارث اللي دا يصبوها على البشرية إحنا من يعلم شنو خبأ لنا القدر قدام المهدية موتتان موت أحمر وموت أبيض هذا النظام العالمي دا يجر البشرية كلها كل البشرية واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة إحنا من عيش حالة الآن النظام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم الله يأخذ الآثار الوضعية لا تفرق تشمل الجميع الموت الأحمر السيف حروب هذه القنابل الذرية لقتل البشر إذا قامت حرب عالمية ثالثة شنو يصير هذه القنابل الذرية النووية القنبل الصغيرة اللي ألقوها على هيروشيما قتلت في لحظات أكثر من مئة ألف إنسان ثم بخرتهم انعدموا والقنبل الثانية التي ألقوها قتلت لعله أكثر من سبعين ألف إنسان مئة وسبعين ألف هاي القنابل اللي الآن نمسويها شنو نسوي بالبشرية الموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون الأوبئة هاي الأمراض اللي الأنظمة الحديثة ابتعادوا البشر عن الله دا يولده الآن كم مليون إنسان مصاب بهذا المرض الخطير نقصل مناعة المكتسبة اللي هو مرض معدي ومسري حتى إلى الأبرياء كم واحد كم مليون إحصائيات إقروها حتى يذهب من كل سبعة خمسة خمسة أسباع البشرية تنتهي على أثر هاي الأنظمة الوضعية وعلى أثر ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني بذلك خروج المهدي أنه يتبين لهم أنه الحق هو من عند الله عز وجل يراه هذا الخلق لا بد منه لعله معنى هذه الجملة الخلق يشوفون بعد ما عدهم ملجا بعد ما عدهم ملاذ إلا الإمام المهدي هناك بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه يأتي كمنجي وكمنق إشقد الإمام يحارب حرب محدودة الحرب المحدودة التي يثيرها ضد الإمام الظالمون ثمانية أشهر فقط ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء لعله لأنه الجو العام مهيئ لذلك البشرية سوف يأتي يوم نأمل أن يكون قريبا تشعر أنه لا ملجأ إليها إلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجع ولذلك عندما يخرج هذا المنقذ البشرية تقبل عليه المسيحيون يؤمنون به المسلمون يلجأون إليه إحنا أيضا في هذا العهد يمكن أن نسرع هذا النضج وهذا الوعي الآن العالم تحول إلى قرية صغيرة في هذه الغرفة الآن توجد كل الأديان والمبادئ والمذاهر الآن التشيع في كل غرفة يمكن أن يصل فكرة المهدية المنتظر يمكن أن تدخل في كل غرفة مو مثل قبل اللي كانوا يضعون الحدود قبل كانوا يخلون حدود لتروحوا لتتكلموا لتروحوا إلى مجالسهم لتسمعون كلماتهم الآن بعد ما يمكن بعد حدود ماكو الشاب يدخل في غرفته يغلق الباب ويتمكن يشوف كل شي في هذا العهد يمكن تسريع دفع البشرية إلى الإيمان بالمهدي وانتظار المهدي والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى للتعجيل في ظهور المهدي يقول أن الله سبحانه وتعالى مضمون الرواية كتب العذاب على بني إسرائيل فترة طويلة لموقف الآن ما علي بتفصيل ذاك الموقف فلما طال عليهم العذاب ضج عذاب طال إحنا ما الآن نعيش في العذاب عذاب الغيبة إذا واحد ما شعر بعذاب الغيبة فلقصور فيه هذا العذاب شملنا جميعا حرمنا بركات حضور الإمام ظهور الإمام فلما طال عليهم العذاب ضج ضج وبكوا إلى الله أربعين صباحا أربعين صباح ضجوا إلى الله وتضرعوا إلى الله فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين ومئة سنة مئة سبعين عام من العذاب خفض على أثر تضرعه اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذاب بنا عام والمسارعين إليه في قضاء حوائجه أحيانا الشيء تكون له عل يعني سبب ولكن هذه العل لا تكون هي العل النهائي يكون وراء العل علة أخرى هي العل في ولادة هذه العل على الطولية مترامية كل علة لاحقة تستند إلى العلة السابقة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يعني الإمام الباقر إن للمهدي صلوات الله عليه غيبة قبل أن يقوم يغيب قبل الظهور وقبل القيام قلت لما قال يخاف قال زرارة يعني القاتل شنو متعلق الخوف زرارة يقول القاتل أكو احتمال آخر ولو يبدو أن فهم زرارة حج لنا لأن الأمر يدور بين الاجتهاد والحس وأصالة الحس العقلائية محكمة في المقام لعله يعني لعله بإشارة من الإمام افتهم أن مراد الإمام القاتل ولكن أكو احتمال آخر وهو الخوف على المهمة نحن عدنا خوف قد يكون واحد يخاف على نفسه وقد يخاف على مهمته مو على نفسه نجيب شاهد لذلك الله تعالى يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى من شنو خاف عندما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وعصيهم وإذا بالصحراء تمتلئ بالأفاعي أظن يقولون فالناس فروا هربوا خلوا زئبق على هذه العصي والحبال فتحت حرارة الشمس ظهر أنها تتحرك هكذا بدأ فالناس على ما أذكر فروا فأوجس في نفسه خيفة موسى من شنو خاف يعني خاف من ذن العفاعي الوهمية في حديث عن الإمام أمير المؤمنين أنه خاف من غلبة الباطل وإضلال الجهار فلون تميز للناس المعجزة والسحر كيف يتميز خاف أنه ميت مكا يظهر الحق ويبدي الواقع وينجح في مهمته والآية لاحقة لعلها تؤيد هذا المعنى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني كأنه متعلق الخوف أن لا تكون حجته هي الأعلى من هذا خاف فأكو احتمال في هذا يخاف مو من القاتل كما فهمه زرارة وإنما من عدم تمكن أداء المهمة قال وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح هؤلاء اللي فجروا المراقد في سامرا إذا الإمام الحجة كان ظاهر كان عدهم مانع من قتل الإمام الحجة قطع الله قتلوا أباءه من قاب ذول أولاد أولئك أتباع أولئك هذه النظرية نظرية الخوف مقبولة ولكن أكو هناك ملاحظة وهي أن الشيء قد تكون له علة ووراء هذه العلة علة أخرى طولية لا عرضية مو علتان في عرض واحد علة تولد علة تولد ظاهرة يعني ظاهرة معلولة لعلة تلك العلة معلولة لعلة فوقها لماذا غاب للخوف لماذا يخاف الخوف واقع نفسي هذا الخوف إنعكاس عن واقع خارجي ومظهر من مظاهر التربية الإلهية للإنسان وإحدى النماذج التاريخية الموجودة في ذلك النموذج أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس أعرضوا عن أمير المؤمنين بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولكن لمسوا الواقع شافوا مرارة الواقع عندما الإمام صلوات الله عليه يذهب إلى الصحراء ويشتغل بغرس النخيل في نهج البلاغ على ما أتذكر يقول الإمام صلوات الله عليه ما يريدني فلان إلا أن أكون كالجمل الناضح يقول لي أقبل فأقبل وأدبر فأدبر أبعد الإمام الناس شافوا نتائج إبعاد الإمام وغيبة الإمام ولذلك بعد قتل عثمان الناس انهالوا على أمير المؤمنين الإمام صلوات الله عليه يقول فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي يعني عرف الضبع إهواي بشعار ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطع الحسنان الحسنان يعني الإبهامان داسوا قدم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم من شدة زحامهم طبعا هذه قراءة وشق عطفاي رداء الإمام شق من زحام الناس مجتمعين حولي هذه الغيبة ربت الناس وجعلتهم يشعرون بقيمة الإمام الغائب هذه الغيبة أيضا يمكن أن نتخذها وسيلة من وسائل تربية أنفسنا نفسيا وفكريا وعمليا اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهر آيان سيفي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هذه الآية واردة في قضية فرعون وموسى وهارون وبني إسرائيل خل يقول قائل أن هذه الآية تمت وخلصت ليش تريدون أن تجروها فيما يأتي من التاريخ نقول لهم لو تعرفون أن القرآن يسري في الناس كما يسري الليل والنهار وأن خصوص المورد لا يخصص الوارد يعني الآيات القرآنية التي تنزل حتى لو كانت في موضوع معين في سيقاعدة هو يعطي قاعدة سبحانه وتعالى ونريد تلاحظوا فيها ونريد أن نريد ها إرادة مستمرة ما قال أردنا أن نمن على موسى وهارون ونري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون نريد استمراريا مشكلة هؤلاء الذين يريدون صرف الآيات القرآنية عن معانيها عن سعتها ولاحظ أنا في المفسرين في عندنا تعبير قرآني مطلق يقيدونه ليش تقيده الله عز وجل أطلقه ليش أنت تجي تكتفه وتقيده الله عممه لماذا تخصصه أنت ألفاظ القرآن امشوا معها كما هي فتدبر القرآن لا بد له من أمرين أساسيين الأول فهم اللغة وكثير من الذين يشتغلون في التفسير حسهم اللغوي ضعيف والأمر الثاني أن تعرف ماذا قال أهل البيت في هذه الآية القرآن الكريم له مفسر رسمي مفسره الرسمي رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال في هذه الآية انتهى أنت ما تعرف المقصود الإلهي اليقيني في أكثر الحالات ارجع إلى من يعرف المقصود الإلهي الله عز وجل لما نزل القرآن ما قال ثم إنا علينا بيانه كيف يبينه بيانه بالرسول بعد الرسول قال لنا صلى الله عليه وآله إني تاركن فيكم الثقل عن كتاب الله أهل بيتي وقال أنا ما أقول كهتين يعني واحد أكبر من الآخر وجمع بين الوسطى والسبابة بل أقول كهتين وجمع بين سبابتين يعني متساويان وحدة هذا يفسر دستور ومفسرين للدستور منهج وحاكمون وعاملون بذلك المنهج مطبقون لذلك المنهج أهل البيت هم أعلم بكتاب الله وهم الذين نصبهم رسول الله صلى الله عليه وآله ليبينوا القرآن ماذا يقولون عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض قال هم أهل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم هذا الوعد يعني عنده قاعدة يقول لما الله عز وجل وعد موسى وهارون أن يستخلفهم في الأرض ويمن عليهم ويجعلهم أئمة وعدهم هذه قاعدة وهذه قاعدة مصداقها كان موسى وهارون وفرعون وهامان مقابلهما وهذه القاعدة مستمرة ومصداقها أهل البيت والفراعن مقابلهم ولذلك قال هؤلاء الموعودون هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم وأي جهد وماذا تحمل أهل البيت كل واحد مقتل في جهة وما حملوا سلاحا على الناس وما قتلوا أحدا ولكنه اضطهدوهم بالقتل والسجن والتعذيب هم ومن يتولاهم وأي جهد لا قوههم إلى أن بقيت بقيتهم الإمام المهدي سلام الله عليه غيبه الله عز وجل فيعزهم ويذل عدوهم بعد وفيه المستضعفون في الأرض المذكورون في الكتاب الذين يجعلهم الله أئمة نحن أهل البيت يبعث الله مهديهم فيعزهم هذه في نسخة ثانية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها تعطفن علينا الدنيا عطف ليس من العاطفة عطف يقول راكب على فرسه عطف فرسه كأنه الدنيا بعيدة عننا رح تجيلنا إلى تحت أقدامنا ليس بمعنى تعطف علينا هذا سمي عطفا من باب المجاس الدنيا المنحرف عننا رح مسارها يأتي إلى خطنا تعطفن علينا الدنيا بعد شماس الشماس الفرس الشموس البغل الشموس الذي هو غير مروض أو سيء الخلق ما يخلي الراكب يركبه يقول بعد أن كانت شموسة تأبانا نحن تصير ريضة تصير لينة لنا نتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها هنا عطف يأتي بالمعنيين عطف الضروس الضروس الناقل مسنة إذا جابت ولد تصير عطفتها عليه غير عادية عطف الضروس على ولدها يمكن أن يكون عطف بالمعنى المجازي وأنه تحنو عليها أيضا ثم قرأ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم إلى آخر اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكحال ناظري بنظرة مني إلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين فبكى وخمستعشر يوم كان مريض النبي صلى الله عليه وآله في مرضه وفاته أحداث وأحداث كانت قل ذات مرة نظر إليهم فبكى وقال أنتم المستضعفون بعدي قال للعباس أنتم المستضعفون بعدي قال لغيرهم قال المفضل فقلت له ما معنى ذلك يا ابن رسول الله هنا يقول لهم أنتم المستضعفون المستضعفون يستعملها النبي صلى الله عليه وآله بمعنية قال لعلي وبني هاشيم وفيهم العباس أنتم المستضعفون بعدي وهذا بالمعنى اللغوي أو لأن فيكم المستضعفون بالمعنى الإصطلاحي المستضعفون بالمعنى الإصطلاحي ما هو موعودون مستضعفون الموعودون بالاستخلاف أنتم اثبتوا الله معه وعد لكم عنده وعد أن يستخلفكم في الأرض فإذن هؤلاء المستضعفون الخاصون بالمعنى المصطلح وأتي النبي صلى الله عليه وآله جوامع الكلم وتلاحظون أنه الكل روو روو أنه عندما نزلت آية التطهير عائشة تروي أم سمم تروي غيرها تروي أنه حددهم بكساء وقال اللهم هؤلاء آل محمد هؤلاء أهل بيتي طيب أهل بيتي حتى نساء باللغة حتى بنه آشب كلهم يدخلون هذا مصطلح نبوي أم سلمة أردت أن تدخل لا إذن عندنا أحكام تترتب على أهل البيت بمعنى المصطلح هؤلاء المحددون عليه وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين هذا بالمعنى الاصطلاحي أي حكم يترتب على أهل البيت بالمعنى الاصطلاحي ما يتجاوز هؤلاء وعندنا لا الخمس لأهل محمد عامة لأي واحد من بني هاشم يشمل يشمل الكل نعم يشمل إذن هناك معنى لغوي وهناك معنى اصطلاحي المستضعفون مثل الصلاة الصلاة بالمعنى اللغوي كل دعاء وبالمعنى الاصطلاحي العبادة ذات أفعال تلاوات ركوع سجود وضوء غيرها مصطلح إذن إذا جاءت أحكام تترتب على الصلاة بالمعنى المصطلح وأراد أحد أن يهرب إلى المعنى اللغوي هذا تحريف جاءت أحكام تتعلق بآل محمد بالمعنى المصطلح ويريد أن يهرب إلى المعنى الاصطلاحي هذا أيضا تحريف مستضعف المستضعفون الموعودون بأنهم سيكونون خلفاء وآئمة هؤلاء عندنا بالمعنى العام اللغوي ليسوا موعدين كلهم إلا مجازا لأن منهم من هو موعود بالمعنى المصطلح الموعودون هم أهل البيت عليهم السلام واسلك بمحجة وأنفذ أمرأة واشدود أزره قضية ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضية مشكوكة مشتبهة كم هي واضحة أليست واضح وضوح الشمس في رابعة النهار واضح أم لا النبي صلى الله عليه وآله أوضح أم لم يضح قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه قال خليفتي قال وصي قال الإمام من بعدي ما الذي يلتم أن يقول رسول الله صلى الله عليه والله قال أوضح في غدير خوم الصديق الكبرى سلام الله عليها في مضمون الرواية الشريفة تقول وهل ترك أبي رسول الله صلى الله عليه وآله لآحد يوم غدير خوم عذرا بعد الغدير يبقى عذر لأحد بعد أكثر من هذا رسول الله أوضح أم لم يوضح القضية عندنا واضحة مثل وضوح الشمس ولكنها تخفى على بعض الناس لماذا تخفى على بعض الناس افتح عينيك ترى الواقع على مر التاريخ آلاف من العلماء اهتدوا إلى طريق أهل البيت عليهم صلى الله عليه وسلم كيف اهتدوا وكيف لم يهتدي آخرون هؤلاء فتحوا عيونهم رأوا واضح الأمر واضح وضوح الشمس نعم لا تريد أن ترى الواقع لا ترى الواقع تريد أن تتعصب لفلان وفلان تعصب لا ترى الواقع القضية هكذا قضية الإمام هكذا تكون افتح عينيك ترى رواية شريفة أخرى أقرأها لكم هذا أيضا فيما يرتبط بنا لا نفكر في أمور أخرى هذا الحديث ورد بأسانيد عديدة صحيحة وصحيحة في أعلى درجات الصحة في مصادر عديدة في كمال الدين في الكافية الشريف في مصادر أخرى الرواية الشريفة هذه التي أقرأها الآن لكم عن عبد الله بن سنان نفس هذا المعنى ذكر عن عدد من أصحاب إلى إما عليهم الصلاة والسلام عن عبد الله بن سنان عبد الله بن سنان من أوثق الثقات من الفقهاء الكبار من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال دخلت أنا وأبي على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام فقال فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى أنتم في زمن الإمام الصادق أنتم متنعمون ترون إمامكم فكيف بكم فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا على من يرى ولا ينجو منها أو من تلك الحيرة في نسخة أخرى ولا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق ما هو دعاء الغريق؟ يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا دعاء الغريق ولا ينجو منها أو من تلك الحيرة إلا من دعا دعاء الغريق فقال له أبي إذا وقع هذا فكيف نصنع في عبارة أخرى قال أبوه يعني أبو عبد الله بن سنان قال هذا والله البلاء بالفعل كلامه صحيح هذا بلاء الإنسان لا يرى إمامه هذا بلاء وما أعظمه من بلاء هذا والله البلاء فكيف نصنع جعلت في ذاك حينئذ فقال عليه الصلاة والسلام أما أنت فلا تدركه القضية ليست عنك أنت لا تدرك تلك الأيام أنت تعيش في أيام أمامك موجود ولكن سيأتي وناس مؤمنون أما أنت فلا تدركه فإذا كان ذلك هذا لنا فإذا كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الآمر امشوا على الدرب ماذا أمر به أمير المؤمنين ماذا أمر به الإمام الحسين ماذا أمر به الإمام الحسين ماذا أمر به الإمام الباقر والصادق ماذا أمر به أهل البيض عليه الصلاة والسلام هذا الذي عندكم اعملوا به خلاص امشوا في الدرب فتمسكوا بما في أيديكم الذي عندكم تمسكوا به ماذا عندنا نحن عندنا مصدر كبير من منبع الوحي عندنا كلمات محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والباحر بما كسبت أيدي الناس الدعاء الدعاء الندبة دعاء العهد أربعون صباحا الإنسان يلتزم بدعاء العهد كم مضى من عمري أنا أكثر من أربعين سنة أكثر من خمسين سنة أكثر من سبعين سنة ثمانين سنة عشرين سنة عشر سنوات عشر سنوات يعني كم أربعين يوم فيه أربعون يوم فقط عند الصباح الإنسان يقرأ هذا الدعاء المختصر حدث مرة قرأت أربعين يوم هذا الدعاء طبعا بعض المؤمنين ولله الحمد ملتزمون طيلة سنوات ملتزمون لا أريد أن ألتزم أربعين يوم والأثر هذا الأثر العظيم الإنسان يكون يدرك تلك الأيام إما يطول الله عز وجل عمره أو حتى إذا مات الله عز وجل يرجعه الدعاء أدعي أخرى أيضا ودعى بما جرى على لسانك دعاء عادي أنت قل والتهي والروحي والعمال يا المؤمل جينا نسأل يمت مولاي الفراج أم برضوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي رافعيدة وابدع الندبى عراج يمت يمت تلف يمت سيدي تروي المهاج ما لصبرنا وانكسار يمت تظهر البشار ما لصبرنا وانكسار يمت تظهر تباً يمت تحديو المهاجزة ترجمة نانسي قنقر